يا يوسف يخد بالك بقى أصل الدولارات دي لما هتيجي ما هي هتتصرف تتصرف ليه؟ إذا كنا احنا قلنا إنه يا جماعة الفلوء الدولارات اللي كانت أصلا موجودة وداعي في المركز اللهم الحضارش ومليار دول هنفضلوا زي مهم ودولارات أصدقائنا وإخواتنا وأشقائنا وشراكائنا الإماراتيين هيحصلوا على الفلوس بالجنيه المصري ده معناه إيه؟ هتقول لي معناه جنيه مصري أقول لك لا ده معناه زيادة طلب على الجنيه المصري الاتفاق ده يا جماعة ما هواش اتفاق اتحادي واتجاه ده ما هواش مجرد اتفاق خدنا منه إرشين وسلاموا عليكم لا احنا خدنا منه فلوس كويسة قوي أدي واحد الفلوس حضرة على الترابيزة خصة أني في ناس كتير شككت فلوس إيه حد هي ده لما كانوا بنتكلم على 22 مليار مقدم الناس أعزت تشكك وتقول لك لا واستحال حد يحط المبلغ ده ولا يمكن وانتوا بتحلموا وانتوا بتتخيلوا وانتوا مش عارف إيه فطلعوا واقع سبحان الله طيب الفلوس جات أدي الخمسة وتلاتين الحمد لله والشكر الله أدي كده واحد يبقى كده أول اتجاه تعالي ناخد اتجاه آخر زيادة الرواج السياحي المصري وزيادة عدد السائحين لوما 8 مليون سائح اللي بقولك عليهم في إن شاء الله يتم اجتزابهم مع اكتمال هذا تاني اكتمال هذا المشروع أنا رجل وقعي مش هاخدك في حتة بعيد اكتمال المشروع 8 مليون سياح مش جايين بكرة مش جايين السنة الجاي مع اكتمال المشروع طيب يبقى أنا عندي كده كمان بشتغل على السياح ايه تاني ده لكده بتكلم على مئات الآلاف اللي لم يكن ملايين فرص العمل كده تلاتة طب ونا لما بزود فرص العمل بعمل ايه بقلل من معدل البطالة بوسع النتج القومي الإجمالي بتاعي وبالتالي الاقتصاد بتاعي هو كمان بيصبح أكبر بل وأكتر رسوخا فلوس دخلة في جيوب الناس معناها ايه معناها رواج أنا معايا فلوس بنزل أشتري وبصرف أجيب أكل وشرب وأجهزة كهربائية وعربيات ودخل مدارس واشتري بيوت وادفع مواصلات أنا ميت فل واربعتاشر ناس بتخش سوق العمل ما كانتش جواه طيب تعالى بقى ناخد على حاجة تانية برضو نفس القصة المتعلقة بلي جاني الإخوان اللي اللي نوازن بودوا تبعا أخي بالك من ده آه لأ بس لسه أكمل لك طيب احنا كده قلنا الفلوس اللي دخلت كده قلنا السياحة اللي إن شاء الله دخل كده قلنا فرص العمل كده قلنا إنه توسيع الناتج القومي الإجمالي المصري أي زيادة هذا الناتج الإجمالي القومي المصري أي اتساع حجم الاقتصاد المصري طيب والربعة إيه يا يوسف ولا الخمسة أقولك لا ده في حاجة مهمة جدا لأنك كده بشجع كل الدول في المنطقة أو غيرها أديكوا شايفين المناخ الاستثماري المصري اتفضلوا ده سعر بداية عشرين أربعة وعشرين اللي عاوز يستثمر معانا إن شاء الله في الثلاث مدن اللي موجودين عندنا واللي مفتوحين إن شاء الله واللي الاستثمار زي ما كنت بقولك النجيلة وجرجوب وسيدي براني أكيد أكيد السعر هيختلف